بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نواصل الحديث معكم في معنى الآية الكريمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية وما يستفاد منها من أحكام استفادوا من هذه الآية إضافة إلى ما سبق أن المعلم ينبغي له أن يتدرج بالمتعلم شيئاً فشيئاً فيعلمه صغار المسائل قبل كبارها وذلك بأن يربيه على تعلم العلم شيئاً فشيئاً وبالتدرج لأن العلم بحر غزيل لا ساحل له فينبغي أن يأخذ منه شيئاً فشيئاً حتى يبلغ الإنسان منه مبلغاً ينفع وينتفع به أما لو فوجئ المتعلم المبتدي بكبار مسائل العلم وهو لا يزال مبتدئاً فإن هذا سيشق عليه ويصعب عليه وبالتالي لا يحصل على شيء ومن هنا ندرك غلط بعض المعلمين الذين يشرحون للناس ويدرسون الناس بالموسوعات العلمية كالصحاح وأمهات التفاسير وأمهات العقايد قبل أن يبدأوا بهم من أبواب العلم ومفاتيح العلوم ولهذا نجد علماءنا رحمهم الله ساروا على هذا الخط الرباني الرباني وهو أنهم يبسطون العلم ويبدأون به الطلاب من أوله ومن أولياته فلذلك المؤلفون منهم وضعوا مختصرات في كل فن ولا يتجاوز المختصر ورقات معدودة فوضعوا في الفقه مختصرات ووضعوا في التوحيد مختصرات ووضعوا في علم الحديث مختصرات ووضعوا في المصطلح مصطلح الحديث مختصرات وفي أصول الفقه مختصرات ووضعوا في أصول التفسير وفي التفسير مختصرات ليتدرج ليحفظها المبتدي ثم يشرحها له المعلم شيئا فشيئا ليدخل على العلم من بابه ويرقى إليه من درجاته كما قال قائلهم من ضيع الأصول حرم الوصول أي من ضيع المختصرات ومفاتيح العلوم فإن هذه أصول العلم فإذا ضيعها حرم من الوصول إلى العلم ويقول سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فهذا مما يستفاد من هذه الآية وذلك من قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ننتقل إلى الآية التي بعدها وهي قوله تعالى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِيونَ لما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله أنه لو قال ذلك على الافتراض لو قال ذلك فإنه يكون يأمر بالشرك وهذا يتنافى مع مهمة الرسول ومهمة النبي ومهمة العالم الرباني فإن الذي يأمر الناس بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله هذا يدل على أنه ليس برسول وعلى أنه ليس بنبي وعلى أنه ليس بعالم رباني وهذا من العلامات التي تدل على كذب مدعي النبوة ومدعي الرسالة فإن دلائل النبوة كثيرة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات أن دلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزة وإنما دلائل النبوة كثيرة من أعظمها أن ينظر فيما يدعو إليه هذا الذي يدعي النبوة فإن كان يدعو إلى ما تدعو إليه الأنبياء من قبله من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه فهذا الدليل من دلائل النبوة أما إن كان يأمر بالشرك وعبادة غير الله فهذا دليل على كذبه لأن الرسل والأنبياء لا تدعو إلى هذا الباطل ثانياً دل قوله سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً دل هذا على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والملائكة هم أفضل الخلق أو من أفضل الخلق والأنبياء أيضاً هم أفضل البشر على الإطلاق والعلماء هم أفضل الناس بعد الأنبياء والصالحون وهم أتباع الرسل أيضاً هم من أفضل البشر فإذا كان لا يجوز اتخاذ هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى فغيرهم من باب أولى ولهذا يقول العلماء إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين فبهذا تبطل شبهة عباد القبور الذين يقولون نحن نعلم أن هؤلاء بشر وأنهم مخلوقون ولكن هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة ولهم أعمال صالحة ونحن عباد مذنبون فنحن نريد من هؤلاء أن يتوسطوا لنا عند الله عز وجل وأن يشفعوا لنا عند الله وقد رد الله عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم لا يريدون منهم إلا الشفاعة ومع هذا كفرهم الله وعد عملهم هذا شركا بالله عز وجل وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة فهم لا يعتقدون أنهم يخلقون وأنهم يرزقون وأنهم يتصرفون في الكون هل في الغالب منهم وإنما يريدون منهم مجرد الوساطة عند الله أو مجرد الشفاعة عند الله وتقريبهم إلى الله زلفة ومع هذا حكم الله بكفرهم قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فبهذا بطلت شبهة هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين والأموات ويقولون نحن لا نريد منهم إلا أن يشفعوا لنا إلى الله عز وجل وأن يتوسطوا لنا ونحن اتخذناهم وسائل فقط فالله جل وعلا رد عليهم بهذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله ثم قال سبحانه أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هذا برهان لبيان بطلان دعوى من يدعي النبوة وهو يأمر الناس بالشرك فإن هذا لا يدعو إلى الإيمان وإنما يدعو إلى الكفر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الإيمان ولا يدعون إلى الكفر بل ينهون عن الكفر فمن برهان وأدلة النبوة دعوة مدعيها فإن كان يدعو إلى ما تدعو إليه الأنبياء وفيه صفات الأنبياء ومعجزات الأنبياء فإنه نبي أما إذا كان يخالف الأنبياء في صفاتهم أو في سيرتهم أو في دعوتهم فإن هذا دليل على كذبه في الدعاء النبوة ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أرباباً ودل على أن من اتخذ من دون الله ولياً أو ملكاً أو نبياً فقد اتخذه رباً مع الله وإن كان يقول لا أنا ما اتخذته رباً وإنما اتخذته شفيعاً وواسطةً ووسيلة إلى ربي عز وجل فنقول له الله حكم عليك بأنك اتخذته رباً ما دام انك صرفت له شيء شيئاً من أنواع العبادة فقد اتخذته رباً ويوخذ من الآية أيضاً أن الرب قد يطلق ويراد به الإله أن الرب يطلق ويراد به الإله كما أن الإله يطلق أيضاً ويراد به الرب ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الرب والإله إذا اجتمع افترق فيكون معنى الرب الخالق الرازق المحي المدبر ومعنى الإله المعبود وإذا انفرد واحد منهما دخل فيه الآخر فإذا ذكر الرب فقط دخل فيه الإله وإذا ذكر الإله فقط دخل فيه الرب ومن ذلك قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أي معبودين من دون الله عز وجل وبهذا نختم هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه